اشتركوا في القناة في أول صورة انقطع المطر وجفت الأرض وماتت النباتات في الصورة الثانية يلجأ الإنسان إلى الله تعالى فيطلبه بماذا؟ بنزول المطر في الصورة الثالثة يستجيب الله تعالى الدعاء المؤمن وينزل المطر وبعدها تنمو النباتات كما موضح لكم في الصورة الرابعة الآن ننتقل إلى هنا صلاة الاستسقاء طبعا هذا هي صلاة الاستسقاء حكمها سنة مؤكدة مكان إقامتها خارج البلدة عندنا يحضرها من الرجال والنساء والأطفال بعد شروق الشمس وقتها هذه هي الإجابات في هذه الصفحة الآن ننتقل في حل ماذا؟ في حل أقيم تعليمي أقيم تعليمي صح أم خطأ؟ إذا تأخر نزول الغيث يصلي المسلم صلاة الخسوف طبعا هنا خطأ صلاة الاستسقاء لا يؤذن لصلاة الاستسقاء هنا صح تؤدي صلاة الاستسقاء جماعة هنا بالسؤال الثالث صح صلاة الاستسقاء لها خطبتان خطأ خطبة واحدة يجوز للنساء الخروج لصلاة الاستسقاء هنا الإجابة صحيحة استنتج من الآية الكريمة أحد أسباب نزول الغيث وهي وجه طبعا هنا نكتب ماذا؟ الاستغفار نكتب الاستغفار الآن ننتقل إلى ثالثا تشير الظاهرة بقاء الماء في العلب بعضا من النصف أو الربع في المناسبات الاجتماعية ما توجيهك لهذا السلوك في ضوء تقديرك لنعمة الماء طبعا وجه التقدير لنعمة الماء وعدم هدرها بهذه الطريقة على من لم يستطع إكمال علبة الماء أن يأخذها معه لشربها لاحقا أو يسقي بها ما تبقى فيها من أشجار أو دور السلوكات الماء السلوكات